السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين على قناة تعرف قلو لينكس معكم عند النجيب اليوم بنتكلم عن تحرير الملفات طبعا تحرير الملفات نوم جدا في جينو لينكس ببساطة السبب لأنه كل شيء عبارة عن ملف بالنظام فأنت عشان تحرر الإعدادات أو تسوي أشياء لازم تعرف كيف التعامل مع الملفات وكيف تقدر تحرر الملفات اليوم بالتحديد الدرس لنتكلم عن VI العبارة عن محرر مشهور جدا مشهور لأنه قديم وأيضا مشهور لأنه عملي ومشهور لأنه صغير جدا فما يأخذ مساحة من القرص الصلب وغالبا تكون موجودة أساسا بالنظام بدون ما نكتبته جيد؟ طبعا المحرر بصراحة يعني يأخذ وقت لتتعود على المحرر نفسه ليش أنه عبارة عن أوامر يعني محرر نفسه عبارة عن طرفية ثانية ولكن عندما تعلم عليه يكون عندك شيء سهل بالتحرير شخصيا ما استخدم أبدا ولكن من باب أني أسرد لكم فكرة استخدام حطيت لكم طبعا فيه VI وفيه محررات ثانية يمكن أن يمر عليكم VIM وفيه نانو جيد اليوم درسنا هو فقط VI نانو سهل ولا يحتاج شروحات لذلك أنا أستخدم نانو سهل ولكن أتكلم عن نانو اليوم أول شيء كيف نقدر نحرر ملف معين؟ إذا كان ملف موجود عندك بالنظام حابة تحرره خلونا شيء نسوي طبعا على سنت أو اس وهذا الدورة تابعة سنت أو اس والVI موجود على كل التوزيعات ما بلازم سنت أو اس طيب خلنشوي ميك دير اللي هو مجلة جديدة نسميه مثلا VI تست ندخل عليه الآن داخل VI تست رح سوي تتش file.txt طبعا ملف جديد جيد وعشان أحرر هذا الملف اللي علي سويه نكتب VI file.txt جيد رح تغله بس كده قدم نصل الملف ولكن الملف سواء كان موجود أو غير موجود إذا كان موجود رح يفتح لك الملف الحالي إذا كان ملف غير موجود مثل عندك ملف طبعا نحن حاليا ما عندنا غير ملف واحد من file.txt ولكن قد يفتح تست رح يفتح الملف حتى لو كان غير موجود لما يكون ملف غير موجود رح ينشئ ملف جديد رح يبدأ يأخذ تغييراتك إذا كان موجود رح يفتح الملف الموجود جيد طيب كيف نقدر نبدأ نستخدم الملف طبعا تلقى عين كده ما تقدر تشتراعي لا أقوم بأي نصف تكتبه إلا في حالك ضغط انتر طبعا ضغط انتر ضغط انتر ضغط اي فحرف الاي رح يبدأ اسمع لك الكتابة التحرير فنقدر نكتب أي شيء ثاني مثلا هلو وولد هلو 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 هل انا أحب هل هل افضل هل هل احضر احضر وضعين خلال موض لن أكتب شيء إلا في حال أني ضغطت على عند هذه هي الطريقة اللي هي الكتابة طبعا في حالي حبيت أني أكتب في أي مكان أقدر أن تنقل عن طريقة اللي هو الأسهم وأقدر أن تنقل عن طريقة اللي هو إل وآي وإتش جاي إتش جاي وذول اللي على الروحة المفتيح ولكن استخدم الأسهم وأستهلك وأسرعلك طيب أنا بأكتب هنا بس ضغط إنتره بدأ أكتب بسطر ثالث عفوا أكتب سطر ثاني مثلا هذا أقول هذا هذا ونالس العربي يطع لأيبينه تعديل هذا نوع نوع خلصنا طيب نحن عرفنا كيف نقدر نحرر طيب كيف نقدر نمسح المسح في فن شوي عشان تمسح واحدة من هذول مثلا نفترض نمسح داخل كلمة لاين ضغط الحفف دي طبعا عند خارجا اللي هو الانسيرت مود ضغط حفف دي ثم حرك السهم رح يمسح الملف رح يفتح الحرف اللي يطرح للمه ضغط حرف دي وارجع الورا سأمسح الانسيرت مود هذه طريقة المسح طبعا المسح لا يمسح بشكل مباشر عن طريق المساحة كذا تقدر تمسح عن طريق الانسيرت مود لو دخال تقدر تمسح ولكن نتكلم عن خارج الانسيرت مود اللي هو إذا طلعت خارج هذا قد تمسح طبعا ادي له أكثر من استخدام ورهيب جدا صلاح نستخدم المسح كلمة كاملة فأضغط على دي دباليو أضغط على دي دباليو لا يعتبر أبوسترو في دي طيب أنا عشان أتراجع عن شيء أضغط على يو يو تراجع اللي هو undo جيد فأنا حابة أتراجع عن كل شيء سويته طيب هذه طريقة المسح طبعا في طريقة ثانية برضو المسح رهيب جدا اللي هي تحديد كم كلمة حابة أمسحها فأنا حابة أمسح هذول الكامل الآن يو كلمة كلمتين ثلاثة أربعة فاكتب أربعة دي دباليو ومسح الأربع كلمات اوكي اندو أقدر أني مثلا أكتب مثلا اثنين اثنين دي دباليو فأمسح كلمتين اوكي طيب في أيضا طريقة أنك تمسح سطر كامل السطر هذي كل ما بيه أضغط دي دي مسح سطر كامل طبعا تضغطيو عشان تراجع وفي طريقة أنك تمسح بعد الماوس جيد فأنا عندي مثلا من بعد كلمة بوت هذي ما أبيه فكيف أقدر أمسح اللي بعد الماوس تضغط على شفت زي دي تم مسح جيد هذه طريقة للمسح النص بطريقة هذي طيب طبعا نرجع بالطريقة هذي هذه الطريقة اللي هو التعامل مع ذي الأوامر في طريقة كيف نقدر نبحث اوكي اضغط على سلاش فقط اكتب الكلمة الحالة تبحت أنا نفترض حابي نبحث حرف بي اضغط بي اضغط انتر راي حدد لك الحروف تقدر تنقل عن طريقة اللي هو الأن أوكي الأن تقدر تنقل ما بين اللي هي الأحرف جيد بحيث انك تتروح تفوق وتحت وإلى أخر أو بل صح تنقل ما بين الكلمات المتشابه جيد جيد كيف نقدر نحفظ هذه خاصية جيميل جدا ثانية عشان اقدر احفظ ملف دعونا نطلع لهذا الرف كويت انتر تو اكزت باين طيب حبيبي طيب خلونا نهوم طيب كيف اقدر اني احفظ عشان تحفظ ملف اضغط دبل زيد بس زيد مرتين الان تم حفظ الملف بدون ما انه يخرج تايد هذا يعني لو جيت كتبت عشان اخرج ملف بالمرة احفظ الخلوز تحت نقطتين مع حرف كيو ليو كويت نقطتين حرف كيو انتر انا رح يطلع طبعا رح يقول لك هو نو رايت سنز راس تينج طبعا كويت هذه تختلف عن اللي هي الاكس طبعا في عينك الاكس كيو انا غلط فتحت نقطتين تحط اكس لحين طبعا من الملف لو دخل نمرة ثانية رح لاحظ انه حفظ جيد فعندك حرف زد تعود دايما تضغط عليع حفظ فخلصت الحديث انه على حين اقدر احرر اضغط على حرف الاي ثم ابدأ بالتحرير اقدر اكتفئ مكان اخرج من التحرير اضغط الو اسكيب امسح اضغط حرف دي و اعرك الاسهم امسح كلمة اضغط دي دي بليو اللي هي دليت واد بالطريقة هذه امسح كلمتين زي ذلك نيو لاين مع بعض اضغط دي واد امسح كلمتين اقدر امسح سطر كامل عن طريق اللي هو سلاش و اكتب الكلمة اللي اعبي و اقدر اخرج به المحرر عن طريق اللي هو الامر هذا جيد طبعا اطلع اطلع هو انت اوكي اعسنا اطلع مرة من هذه اضغط على نقطتين و اكس و اخرج من هذا المحرر طبعا شوي ممتع صراحة ولكن انت احيانا قد تكون في غنى عن هذا التعقيد جيد او كن بتحرر ملف بسيط فالطول ادخل علينا نانو زي تكست دي نانو طبعا مفتوح لك المجال كامل تقلب تبحث و تستخدم الخيارات طبعا و درسنا نانو اليوم ولكن اعطيكم الخبر انو في محرر ثاني علشان ما توقعونه من الدعوة صعبة نشوفكم ان شاء الله في درسنا قادم و السلام عليكم و و الحمد الله و بركاته